السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد رجل من اكاديمية بي برو تريدر. والتقرير اليوم للسوق السعودي ليوم تمانية وعشرين اثنين. النهاردة طبعا كان اخر يوم في الشهر عندنا وعندنا اغلاقات آآ شهرية. ممكن ناخد نظر عليها ونشوف المؤشر اغلاق آآ الاغلاق الشهري عامل ازاي. وده هيحدد لنا آآ بنسبة يعني كبيرة ممكن نعرف الاتجاهات القادمة على معظم الاسهم اللي معانا النهاردة في الفيديو. وعلى المؤشر العام. هنبتدى اول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا اغلاق اغلاق كويس جدا من بداية الافتتاح. فتح على آآ يوم سبعة وعشرين على فجوة صعدة. اعلى منطقة العرض اللي كانت آآ منطقة طلب وتحولت معانا للمنطقة عرض. المؤشر اغلاق عليها. النهاردة السوق فتح على آآ نفس الاغلاق بتاع. برح وصعد معانا صعود قوي جدا بمجدار حوالي مية اتنين وسبعين نقطة عند مستويات الاتناشر الف خمسمية وتسعين مستويات يعني لحد ما اللي ارتفاع النهاردة كان ارتفاع ممتاز جدا نزل عمل اعادة اختبار لمنطقة الطلب وصعد منها. انا شايف ان هو بعد الاغلاق القوي بتاع النهاردة ده ممكن بكرا ان شاء الله يواصل الصعود للاتناشر ستمية اتنين وستين. وفي حالة اختراق الاتناشر ستمية اتنين وستين ممكن يروح لمستويات التلاتاشر الف خمسمية اتنين واربعين. طيب خلينا ناخد نظرة على الفريم الشهري. الفريم الشهري طبعا الاغلاق بتاعه اكثر من ممتاز. اغلاق قوي جدا 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 بيدعم الصعود. وانا شايف ان الاغلاق ده يعني هيأكد معانا ان شاء الله استمرار الصعود على المؤشر للمستويات اللي احنا محددينها. اللي هي باختراك الستاشر الاتناشر ستمية وستين يودينا للتلاتاشر خمسمية اتنين واربعين. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد الاسهم لحضراتكم طلبتوها خلال الفيديو الماضي. وعندنا اول ساهم ساهم السيسكو. ايه دي ساهم السيسكو. ساهم السيسكو بدأ يرتفع معانا. كنا اتكلمنا على ساهم السيسكو ان الاغلاق بتاعه اغلاق كويس. بعد ما وصل للسبعة وعشرين تمانية وتسعين. حاول يكسر. ما قدرش نزل عمل دي لعند المستويات السبعة وعشرين ريال وخمس هلالات. وبدأ يصعد تاني. اغلاق انعكاسي ممتاز يوم الخميس. بدأنا نشوف افتتاح يوم الحد على فجوات صعدة. يوم الاتنين النهاردة اكد الصعود معانا. ومتوقع ان شاء الله ان هو يستمر في الصعود طالما اعلى السبعة وعشرين تمانية وتسعين. لانه هو لو فضل عليها. وما كسرهاش واغلق اسفلها. يطلع تاني التسع وعشرين خمسة وتسعين تلاتين خمسة وتسعين. وفي حالة اختراك المنطقة دي عندنا اهداف قد تصل للخمسة وتلاتين خمسين. طيب لو بصينا على الفريم الشهري لساهم السيسكو. للأسف الفريم الشهري هبوط قوي جدا جدا جدا. الساهم نزل تلاتاشر ونصف في المية خلال الشهر ده. وممكن يعني دي شامعة ابتلاع بيعي. شامعة ابتلاع بيعي قوية جدا. بس زي ما قلت ان احنا ممكن نشوف على الأل تصحيح للتلاتين خمسة وتسعين. لو اختراك هيوصل للخمسة وتلاتين خمسين. ما اختراكش التلاتين خمسة وتسعين متوقع انه ده يكون تصحيح الصعود اللي احسر يكون صعود تصحيحي ويرجع تاني للهبوط. ويكسر السبعة وعشرين تمانية وتسعين. لكن لو ما اكسرش السبعة وعشرين تمانية وتسعين. فاحنا معاه ومتوقعين انه يصعد. ده بالنسبة لسهم السيسكو. خلينا ناخد سهم الباحة. اه دي سهم الباحة. الباحة هبط معنا بقوة من بداية الافتتاح. نزل معنا من آآ المستوى السبعة وعشرين خمسة وتسعين. نزل معنا بقوة لحد مستوى الستة وعشرين. اه دي سهم الباحة. خلينا نمسح الكلام ده. اهو. كان عندنا هنا منطقة عرض. على سهم الباحة. او نقطة مقاومة. عندنا آآ منطقة المقاومة عند السبعة وعشرين خمسة وتسعين. والنقطة اللي بعدها عند السبعة وعشرين تسعين. هو السهم نزل مع نا من اول مقاومة دي. او ساعد شوية طبعا هنا. ممكن نعتبر دي منطقة عرض. اهو. تمام منطقة دي ما بين السبعة وعشرين خمسة وتسعين للتمانية وعشرين واحد وتمانين. دي منطقة عرض كوية. بدأ ينزل منها السهم زي ما حضراتكم شايفين كده من بداية الاسبوع. نزل وصل لمنطقة الطلب ما بين الخمسة وعشرين عشرين والستة وعشرين عشرة. منطقة الطلب الى حد ما كويسة. شايف ان لو السهم فضل اعلى منطقة الطلب دي ممكن يوصل لمنطقة منطقة العرض تاني اللي هو نزل منها آآ بداية الاسبوع. لازم نشوف اغلاق فوق التمانية وعشرين واحد وتمانين عشان يستمر الصعود معانا للتسعة وعشرين تسعين دي منطقة العرض التانية هنلقامة بين التسعة وعشرين تسعين لحد التلاتين تلاتة وستين. وفي حالة اختراك التلاتين تلاتة وستين نصعد للاتنين وتلاتين تمانية وتسعين اربعة وتلاتين تلاتة وتلاتين ان شاء الله. لكن لو لو قدر الله تم كسر الخمسة وعشرين عشرين من المتوقع ان احنا ممكن نرجع تاني نقطة الدعم اللي عند التلاتة وعشرين خمسة وستين. ولو بصينا على الاغلاق الشهري لسهم الباحة عندنا الاغلاق ايجابي بيدعم الصعود فانا شايف ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف ارتفاع من المنطقة اللي احنا اشارنا لها على الفريم اليومي لمستوات التمانية وعشرين واحد وتمانين مرة اخرى وفي حالة اختراقها نوصل للتلاتين تلاتة وستين ننتقل للسهم التالي معنا سام النائفات سام النائفات تراجع معنا برضو من بداية الاسبوع حتى الان انا شايف ان المنطقة اللي فيها دي منطقة قوية جدا جدا ما بين الواحد وتلاتين عشر الواحد وتلاتين خمسة وخمسين لو ادينا برايس اكشن من هنا على النائفات هتكون فرصة ممتازة نشتري بهدف اتنين وتلاتين تلاتين وفي حالة اختراق الاثنين وتلاتين تلاتين نوصل معاه تلاتة وتلاتين خمسة وتلاتين واهداف قد تصل للاربعة وتلاتين خمسة وسبعين وباختراق الاربعة وتلاتين خمسة وسبعين يصل معنا السهم للكمه اللي عملها عنده ستة وتلاتين ستين ان شاء الله ده بالنسبة لسهم انه يفات ننتقل للسهم التالي معانا سهم اسمنت الشرقية ادي اسمنت الشرقية اسمنت الشرقية ماشي في اتجاه هابط قوي والاغلاق الشهري بتاعه هنلاقيه هابط جدا ممكن يكون شمعة ابتراع بيعي انا متوقع ان السهم للاسف ممكن يستمر في الهبوط خلينا نجيب مدة زمنية اطول اهو سام نزل وكسر دعوم كتير جدا جدا يعني مفروض الدعم القريب منه هنا كسر ده نكبر التشارت بتاعنا اهو دي نقطة الدعم اللي هي ممكن ترد السهم اسمنت الشرقية عند الواحد واربعين لو السهم نزل عند الواحد واربعين شايفين هنا كان نزل بكوة بس النزول هنا طبعا اقوى تمام لو السهم نزل عند الواحد واربعين وبدأ يدي اشارات انعكاسية اتوقع ان هو يبتدي يسعد تاني لاتنين واربعين تمانين اربعة واربعين في حالة اختراق الاربع واربعين يسعد معانا للسبعة واربعين تسعين تمام طب نبص عليه على الفريب الشهري ونشوف شكله عامل ازاي شمعة ابتراع بيعي قوية جدا جدا ولولا قدر الله قصر الواحد واربعين هنشوف تراجع كبير جدا جدا لسهم اسمنت الشرقية قد يصل لمستويات الاربعة وثلاثين تمانين ده بالنسبة لأسمنت الشرقية طيب ننتقل للسهم التالي معانا سهم بين داود بين داود نفتح التشارت على فريم الشهري وبرضو بين داود متراجع بشدة كبيرة جدا جدا على الفريم الشهري وصل معانا على مستويات التسعة وتمانين آآ تمانين وما فيش عندنا اي اشارة آآ للانعكاس وطبعا لو بصينا على الفريم اليومي احنا جبنا جميع البيانات بتاع بتاع السهم بين داود اهو لانه دا قاعة جديد السهم عامله او كان السهم اصلا عندنا فوق عند المية واثنين وعمل كتيرة جدا وقصر فاو دلوقتي في قاع ما وصلوش قبل كده الشهري دا عامل قاع تاريخي على السهم واحنا ما زلنا ماشيين في الاتجاه الهابط فاحنا المفروض بنعرف ان او السهم هيرتد منين لما نبتدي نشوف نشوف مسلا آآ او هنا كده دي كانت قناص عرية هابطة اهي تمام او تريند هابط السهم نزل عمله اختراق هنا وبعدين نزل عمله عادة اختبار تاني وبدأ يصعد لو كسر اخر قاع يكمل نزول اللي هو هنا قاعة دا عند التمانية او تمانين لو كسر القاعة دا هيكمل نزول لو ما كسرش القاعة دا ممكن يرجع تاني لاقرب احنا مازلنا في الاتجاه الهابط فالمفروض احنا بنرجع لايه بنرجع لأقرب منطقة عرض لأقرب مكان نزل منه وفين اقرب مكان نزل منه هنا هو دا بدأ يصحح طلع عمل قمة هنا القمة دي هي اللي نزلته خلته يعمل القاعة يعني لو طلع عند الواحد وتسعين تسعين للتلاتة وتسعين اربعين واختراقها ساعتها ممكن يصعد للتسعة وتسعين تمانين لو ما اختراقاش يبقى ينزل تاني للتمانية وتمانين ولو كسرها هيعمل قاعة جديد دا بالنسبة لسهم بين داود خلينا ننتقل للسهم التالي معانا وهو سهم اميانتيت اميانتيت الى حد لحد ما يعني هو طبعا اميانتيت حصل له زيادة في رأس المال عشان احنا شايفين هنا رسماء كنا عاملين فهو حصل له زيادة لرأس المال اميانتيت دا كان بتلاتين آآ بتلاتين ريال تقريبا او تمانية وعشرين حصل زيادة رأس المال طبعا الاسعار اتغيرت عندنا ممكن نرسم من اول وجديد بس نحزف الاول كل اللي كان موجودانا عشان ما يبقاش فيه لود على الاولاج على التشارت تمام كده مسحنا كل الكل حاجة عندنا اهو اميانتيت ماشي في نموذج مستطيل ما بين تلاتة وستين خمسة وستين لحد الخمسين اربعين دي منطقة المستطيل بتاعتنا او الوايد رينج اللي هو ماشي فيه عندنا برضو في نص الوايد رينج ده نقطة دعم او منطقة طلب ما بين الستة وخمسين اربعة وخمسين لحد الاربعة وخمسين تلاتة وتسعين دي منطقة طلب هو واقف عندها النهاردة امبارح نزل عندها وبدأ يرتفع النهاردة نزل تاني وبدأ يوقف عند المنطقة دي ما استكملش الهبوط ولكن انا شايف انه لو كسر المنطقة دي ينزل معانا الخمسين اربعين ما كسرهاش يبقى يبتدي ارتفع ونخلي بقى ان المنطقة دي منطقة قوية نزل لها مرة وارتفع مرة تاني وارتفع مرة تالتة عمل كمة جديدة فالمنطقة دي بالنسبة لي تمثل منطقة طلب قوية فلو ادينا برايس اكشن من هنا اتوقع ان هو على الاله هيصعد للتلاتة وستين خمسة وستين اختراقها يودينا للكمة اللي عملها عند الستة وستين ستة وتلاتين ولو اختراق الستة وستين ستة وتلاتين اللي هو اللي ممكن نعتبرها هنا منطقة عرض دي اهو ستة وتلاتين سبعة وتلاتين لو اختراقها هيكمل معانا صعود بقوة ان شاء الله سهم امينتيت لحد التسعة وسبعين واحد وستين ده بالنسبة لسهم امينتيت ننتقل للسهم التالي معانا سهم ساكو وبعتزر كان فيه خطأ في الفيديو الماضي قلت على سهم ساكو الكثيري وكان يعني كان فيه لغبطة بس التاني الكثيري تلات تلاف وتمانية وساكو اربعة تلاف وتمانية فبعتزر عن الخطأ ده طبعا سهم ساكو نزل معانا برضو بقوة مبارح والنهاردة النهاردة وصل للتلاتة واربعين الاربعة واربعين عشرة وقريب النقطة الدعم اللي عند التلاتة واربعين خمسة وتسعين خلينا نشوف هيعمل ايه مع الدعم ده لو كسر التلاتة واربعين خمسة وتسعين واغلق اسفلها ساعتها توقع استكمال الهبوط لحد الاربعين تلاتين واحنا كنا متوقعين استمرار الهبوط مع بداية الاسبوع فتح في بداية الاسبوع على فجوة صعدة وبعدين النهاردة كمل الهبوط فانا متوقع انه هو يستمر في الهبوط لو كسر التلاتة واربعين خمسة وتسعين ومداش برايس اكشن يكمل لحد الاربعين تلاتين لكن لو حصل برايس اكشن من هنا ممكن نرجع تاني للتمانية واربعين تلاتين وباختراك التمانية واربعين تلاتين ممكن نوصل للتلاتة وخمسين تلاتين اخر سهم معنا وهو سهم الكثيري ادي الكثيري الكثيري طبعا يعني لحد ما كويس الاشارات بتاعته من يوم الخميس يعني ايه كانت مش افضل حاجة بس كانت كويسة عندنا هنا منطقة طلب اهي منطقة الطلب بتاعتنا ما بين الواحد وستين ثمانين لحد الاربع وستين عشر دي منطقة طلب كويسة وصل لها يوم الخميس بدأ ادينا اشارة كويسة اشارة نعكاسية بدأ يصعد بعدها يوم الحد والاتنين الحد فتح على فجوة سعادة الاتنين تراجع بسيط انا شايف ان لو فضل اعلى الواحد وستين ثمانين ممكن يرجع للصعود وبكوة لحد الثلاتة وسبعين سبعت عشر اختراك الثلاتة وسبعين سبعت عشر يودينا للسبعة وسبعين عشرين تمانين اربعة واربعين خمسة وتمانين ده بالنسبة لسهم الكثيري اغلاق شمعة ابتلاع بيع كوية جدا بتقول ان فيه هبوط ولكن على الاقل هيكون فيه تصحيح لمنتصف الشمعة لو زي ما قلنا ما اخترجش الثلاتة وسبعين سبعت عشر ممكن يرجع تاني للهبوض وبكده اكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي اتمنى اكون اقفتكم شكرا لحضراتكم والسلام عليكم